التجارب اللي بي مر بيها في حياتنا كتير جداً منها تجارب نجحة ومنها تجارب ما قدرناش نحقق فيها النجاح أو الطموح اللي احنا عايزينه لكنها في النهاية تجارب بنتعلم منها حاجات كتير قوي بتساعدنا في حياتنا بشكل عام المهم اننا كل ما نقى نعرف نقوم تاني احسن من الاول الازمة اننا بيجي علينا اوقات وممكن نستسلم الاحباط او الانكسار اللي تعرضنا له ممكن ما نكونش عارفين نخرج من حالة الاحباط دي بسهولة نبقى فاكرين ان الحياة خلاص خلصت كده وقفت على كده وقلنا مش هنعرف نعيش تاني ممكن الواحد يكون عايش في حالة من الحزن بسبب الاحباط اللي تعرض له وده مخليه حاسس انه مش هيشوف في حياته اكبر من المشكلة دي وان التجربة اللي هو فيها هي اصعب امتحان بتعرض له في حياته رغم ان الحياة طول الوقت فيها مفاجآت كتيرة وغير متوقعة ولازم نتعلم انه نستقبل مفاجآت دي بطريقة صح وهدية سواء كانت مفاجآت وحشة او حلوة حتى والحقيقة اللي لازم نتعرف ونعترف بيها كلنا ان النجاح الشخص في انه يقدر يتغلب على الاحباط اللي هو فيه وده مش بس النطج اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنه وبدور عليه لا هو كمان شكل من اشكال التحرر بشكل عام عشان اهم حاجة هي انك تكون فيهمة الحياة صح وتتعامل معاها بالشكل اللي هي تستهله الاستسلام للاحباط والمشاعر السلبية ده بيؤثر بشكل كبير جدا على روحنا المعنوية وكمان ممكن يؤثر على احترامنا لذاتنا المهم في ده اننا نكون عارفين الطريق الصح للتعامل مع الازمات عارفين المخرج اللي هنقدر نهرب منه ونسيب وراء ظهرنا كل حاجة احباطتنا او زعلتنا او قصرتنا بسببها بغض النظر بقى ده كان طموح مقدرناش نحققه او هدف معرفناش نوصله او اي حاجة تانية اكيد كل واحد لازم يدي كل حاجة على قد حجمها وحجمها الطبيعي حتى الزعل لكن لازم نكون واخدين باننا كويس قوي من اننا ما نديش لأي حاجة اكبر من حجمها ما يكونش فيه افراد في الزعل او الاحباط نبقى عارفين ان الحياة مكملة ومستمرة مهما كانت الظروف اللي احنا فيها ازاي نتقبل اي احباط او انكسار بنعذ به في حياتنا وازاي نتعامل معاه على انها حاجة عادية لازم اتاخدش اجول من حجمها وازاي نرتب للجاي عشان ما نتعرضش للاحباط ده مرة تانية او على الالال يكون عندنا قدرة على اننا نتقبله في حياتنا هو ده موضوع حلقتنا النهاردة معرفتنا اللايف كوتش وعضو الاتحاد الدولي للكوتشنج هيبه ابو الخير اهلا بك معنا اهلا بك كلنا يا هيبه بنمر بظروف حياتنا وبنتعرض لحاجات ممكن تكون بتأثر علينا بشكل سلبي بس كل واحد للأسف بيقابل المشكلة دي وبيتعامل معها بشكل مختلف عن الاخر ليه ده اول حاجة كل واحد بتعامل مع المشكلة بشكل مختلف عن الاخر وايه بقى عايز اعرف الاحباطات اللي الواحد بيتقبلها وبيشوفها في حياته ففيه ناس باتتقبلها وناس باتتقبلها واش بسي خلينا نقول ان هيب مش حد بيتقبلها وحد ما بيتقبلهاش لأ خلينا نشوف لها مصطلح تاني او كلمة تانية هي فكرة ان فيه حد بيبقى عارف ان هو محبط وفيه حد مش قادر يدرك ان هو محبط بياخدها فكرة لا انا جامد وانا هعدي الفرق بين الاتنين ان لما بتستوعبي انك متضايقة او عندك مشاعر سلبية او مش مبسوطة ده بيخلي الموضوع يعدي معاكي اسهل على عكس ما تكوني دايما انا مش محبطة انا كويسة دي عقلك ضدك فعقلك طول الوقت بيقولك لا انت تمام او انت محبطة وانت من جواك لا انا تمام عكس بعض فتلاقي دايما انت وعقلك ضد بعض فتلاقي فيه زي سراع داخلي طب ايه الاحباطات انواع يا هيبة طبعا الاحباطات ايه بقى انواع الاحباطات يعني عندك الإحباط الشخصي، عندك الإحباطات اللي هي جاية نتيجة الضغوط، عندك الإحباطات اللي جاية اللي هي عن طريق البيئة، البيئة اللي حواليكي، كل دي أنواع، بس إحنا أكتر الضغوطات أو أكتر الإحباطات اللي بتجينا هي نوعين الشخصي أو الضغوط. بس في أوقات الضغوطات مفاجأة بتجي للبني آدم وهو مش متهيق لها نفسياً، فإزاي تعامل وقتها مع الظرف اللي هو تحط فيه زي مثلاً حالة وفاة، بتبقى حاجة مش مرتبة وبتيجي فجأة، فإزاي هيق نفسي لأي حاجة ظرف وحش وصعب ممكن أتعرض له في حياتي؟ التقبل، فكرة إن أنا جايلي دلوقتي ودي حاجة إحنا بتعدي علينا كلنا، أنا لما يجيلي دلوقتي دراب في أي حاجة في حياتي، عملت مشكلة أو حصلي مشكلة في شغلي مش متوقعها، جايلي حالة وفاة زي ما قلتي، التشوك كده الأوليني ده ناخده، بس بعد كده زي ما بقول كده في جلساتي نهدم الموضوع، أقبله، لما هتقبل هعرف أنا دلوقتي عندي مشاعر سلبية، أنا دلوقتي محبط، أنا دلوقتي متدايق، لما بفهم الإحساس ده بعرف علجه، لكن لما أكون أنا مش فهمه وماشي، ساعات بيجي لك كده وقت ما تلاقيش نفسك تلاقي نفسك متدايقة شوية فتقولي طيب هنزل أعمل شابنج، فتتفحي فلوس كتير قوي شابنج وتلاقي نفسك في الآخر مش مبسوطة، طيب بعدها ممكن مثلا طيب هنزل أخرج مع صحابي، تنزلي تخرجي مع صحابك وفي الآخر برضو ما تبسطتيش، تعملي حاجات كتير قوي عشان تعدلي الحالة دي وما تتعدلش، ليه؟ عشان أنت مش متقبلة الموقف أو مش مستوعبها، لأ أنا هبقى تماما، أنا هعمل مشوار هبقى حلوة، لأ أهدم الموضوع واستقبله، هعرف حلوة، طيب أنت بتقولي أن احنا لازم في أي مشكلة نقابلها نهدمها ونتقبلها بشكل ثلث وهادئ، إيه تاني غير نتقبل موضوع لأن فيه فعلا حاجات وظروف نمر بيها، مش هتعرفت نتقبلها بشكل هادئي؟ وأنا عارفة أن أنا لما روحت الشغل والمدير زعقلي أو دايقني أو المدرس زعقلي في الكلاس، أنا ده من ساعتها وأنا قفلت، دي الجملة الشهيرة قوي، اتقفلت من ساعتها، أنا فهمت كده أن أنا مشكلتي جات من فين من وقت ما المدرس زعقلي، طيب إيه اللي بيحصل؟ دماغي بتقعد تتكبر لي قوي الموضوع وتضخمه، فتدايق زيادة 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 فتوصل إن أنا محبط ومتدايق وشايف نفسي مش كويس، هجيلك بقى لحتة تانية حتة إيه؟ شايف نفسي، كل واحد فينا، والأول ما يقول أنا، الكلمة اللي بتيجي وراها مخك عمل أو دماغك عاملة زي الكمبيوتر، بتفتح لك direct file، أنا فاشل، بتفتح لك file، فاشل، أنا مش كويس، تفتح لك file، أنا مش كويس، أنا شاطر، تفتح لك file، أنا شاطر، طيب أول ما يجيلك حالة الإحباط اللي بتحصل، يفتح لك كل الفائلات اللي إنتي مش حباها، إنتي فاشلة، وإنتي مش كويسة، وإنتي ما بتنجحيش، وفاكرة لما جبتي درجات وحشة، وفاكرة لما جبتي مش عارف إيه، فتيجي تبصي تلاقي المشكلة بتوسع، فيزيد عليك الإحباط، طيب أنا هنا نهاردة حطيت إيه دي على المشكلة، أنا زعلت أو اديقت لما المدرس؟ زعقني، طريقة مش كويسة، إن هي وراء سلوك المدرس إيه؟ على طول، إن هي وراء سلوك المدير إيه؟ كان قصده إيه لما عمل كده، هنا بقى؟ يعني أي مشكلة تجيلي أفكر في أبعاد المشكلة، وأفكر حوالين المشكلة، ما قفش عند المشكلة وأقول أصل أنا حصل لي كذا، لأ أنا أقول… أو اللي ما بيعرفش يطلع من حالة الإحباط، ليه؟ بيفضل شايف الحالة زي ما هي، ويفضل حزين أو متدايق، وأنا من الناس اللي بقول دايما أدي مساحة لمشعرك، أنت متدايق، من حقك تتدايق، ده احتياج، أنت عايز تبقى دلوقتي مش مبسوط، بعد شوية مبسوط، بعد شوية وهكذا، ففي الحالة دي أنا لما أدي مساحة للحطة دي هترتاح، طيب، بها معناية هيبة أنه لما بتجي مشكلة، أنت عايزين أن أتعامل معها بهدوء، بس لو أنا كشخص سلبي ومش عارفة أتعامل أو أتقبل الإحباط اللي جدي من المشكلة، أعمل إيه وقتها؟ ما هو أنا دلوقتي، أول حاجة هيفكر ما أنا بقولك، أول حاجة هيفكر في إيه سبب أن أنا دلوقتي عندي إحباط، تاني حاجة إيه اللي خلاني أوصل للحطة دي، تالت حاجة أبدأ أعدل بقى مفاهيمي وفكري، كل فكرة سلبية أنا حطيتها أقلبها إيجابية، مفيش حد في الدنيا اتحط في موقف أو حصل له حاجة وجابت له إحباط، إن لما طلع بالنتيجة، النتيجة دي هي اللي خلته يكون في مكان أفضل، يعني لأي مشكلة إحنا بنواجهها هي دي اللي بتطلع فينا حاجات إحنا مش شايفينها في نفسنا؟ يعني لو جيتي حد جيب درجة وحشة، هيبقى مركز جدا في الامتحان اللي بعضه عشان يجيب درجة أعلى. طب الناس اللي حوالي يا هبة، هل بيتأثروا بالإحباطات اللي أنا بمر بيها؟ يعني أنا مريت دلوقتي بمشكلة وجالي إحباط وجالي سترس، هل حوالي علاقة ممكن بيهم تتأثر بالسلبة أو بالإيجابي؟ جدا، جدا ممكن يعني المشاعر السلبية دي فعلا بتتنقل. حتى لو أنا مش قصدي؟ حتى لو أنت غصبا عنك أنت متضايق، فهتفضلي قاعدة سكتة أو بتعياتي أو تردي ردود لا إرادية تجيب إحباط اللي قدامك. هي الفكرة أن اللي حوالي لازم يبقوا عارفين ومتفاهمين ده يساعدوني بس من بعيد. أكتر من كده لأ هي بتأدي العدوى، فناخدها بشكل واحدة واحدة. بس المهم أن إحنا الإحباط ده ممكن يروح أو نزيله يعني بأن إحنا نتمشى كتير، نمشي كتير، نقعد في مكان هادي، نفكر في كل حاجة سلبية نقلبها إيجابية، وده اللي أنا نفسي أي حد يتعلم يبرمج عقله على ده. كل حاجة شايفها سلبية ومحبطة، إقلبها إيجابية، شوفها بشكل تاني. في جزء كمان مهمة قوي في الحتة دي، هي حتة أن أنا لما يجيني تفكير بشكل سلبي، أشوفه بالشكل الإيجابي. هنا أنا بعمل إيه؟ بقلب، ببرمج مخي أنه هو يشوف الحاجة بطريقة إيجابية أكثر. بشكل اللي أنا عايزة يعملها، طيب أنا دلوقتي مخي استحضر الموقف اللي كل شوية بيجيب لي الإحباط والاكتئاب. الإحباط والاكتئاب أنا عندي حاجة مهمة أو يعيز أعرفها منك. دلوقتي أنا خلصت المشكلة اللي كنت فيها، بس خسرت ناس كتير قوي حوالي بحكم أن أنا كنت طريقتي مش أحسن حاجة في الوقت ده. هل ده أصلاً بيحصل لأنه بسبب المشكلة المريد بيها ممكن أخسر الحوالية؟ طبعاً. ولا ما بتحصلش؟ بتحصل لحال إيه بقى وقتها؟ لو حد عصبي، لو حد مش بيعرف يعمل كنترول على كلامه ولا انفعاليته. طب الحوالية ليه ما يقدروش أن أنا كنت وقتها متضايقة؟ إحنا أكتر ناس بنيجي عليهم هما اللي حولينا. طبعاً. وأحنا عارفين أن هما هيصبروا علينا، فبندوس أكتر. فحل الحتة دي بسيط جداً. إن أنا روح وأقول لهم ما تزعلوش مني لو أنا كنت في الفترة الفلانية مكتئب أو متضايق أو محبط أو اتكلمت معاكوا بشكل مش حالي. الناس هنا ساعتها هيقدروا وهيقدروا أن أنت جاي تقول ما تزعلوش. لأن هما زي ما أنت قلت إن هما قريبين فهيبقوا فاهمين حتة زي دي. فبالنسبة للجزء بتاع إن احنا نتعامل إزاي أو نشوف نتعامل مع الناس اللي حوالينا ده إزاي. هي زي ما أنا بقولك فكرة إن أنا أعتذر أو إن أنا أقوله ما تزعلش. هذه حاجة مهمة قوية هيبا لازم لما أغلط في حد أو أكون حسيت حتى أنا كلمته بطريقة وحشة أروح أعتذر له. واللي ما بيعرفوش يعتذره روح حتى اتكلم معاه ووضح له أن أنت ما كانتش قصدك وأن أنت كنت بتمر بمشكلة أو أزمة من غير حتى ما تحكي الأزمة. بس عشان اللي قدامك يستحملك أو يقدر بالغلط اللي أنت مراته. إحنا عندنا حاجتين وللأسف هم ما تعلمنا همش يعني من وإحنا صغيرين ولازم نتعلمهم هي لغة الاعتذار. ودي مهمة جدا ولازم نعلمها لولادنا. والجزء الثاني أنك تبرمج دماغ ابنك على الإيجابيات. زي ما بنقول لو حد مثلا في مرة جاي يقولك أنا حطيت أو ابني يعني جاي يقولي أو مراتي أو جوزي أو واتفر. جاي يقولي أن أنا شفت حصل لي واحد اتنين تلاتة اربعة وانا حاسست بلغته وطريقته أنه محبط ومتدايق وعنده مشاعر سلبية. قلوا ليه شفت من منظور ده؟ طب إيه رأيك لو شفناها بشكل تاني؟ دي حاجة حلوة قوي هيب أن نحن نغير منظرنا ونظرتنا لأي مشكلة بتواجهنا. نحاول نبسط عليها بطريقة إيجابية شوية. لو غيرنا منظرنا وغيرنا فكر السلبي خلنا إيجابي. تقبلنا المشكلة هيختلف تماما. وكمان مش تقبلنا بقى كمان. إحنا نبقى مرتاحين. حاجتين مهمين أن إحنا نتقبل وأن إحنا نشوف أن هي وراء السلوك للي قدامنا فعنضطر أن إحنا نبقى أهدى وأريح. طيب أنت عارفة نتيجة السلوية العامة واحدة من أكتر الحاجات اللي ممكن تسبب إحباط للطالب نفسه ولأسرته. نتعامل إزاي بقى مع نتيجة السلوية العامة عشان نتجنب أي إحباطات ممكن تتيجي في الأسرة؟ بصي هنعلم ابننا أو بنتنا أو إحنا كمان إحنا كبار بقى ابني جابت درجة دي. هنقول الحمد لله مش هينفع نعمل حاجة تانية. هو ابني خلاص جابه. بلاش بقى أرجوكم. أنت ما ذاكرتش أصلا أنت ما حلتش أصلا أنت الليلة بتاعي تلفزياء أنت ما قعدتش على كتابه وأنا قلتل. كل ده مش هيعمل أي حاجة غير هيسبب إحباط ومشاعر سلبية للولد أو للبنت. فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ هيبقى ما عندهمش أي نفس الإقبال على اللي جاي. طيب نعمل ده إزاي؟ كل اللي إحنا هنتقبل. والأهم من ده أن الدرجات مش كل حاجة. لو علمت ابنك أو بنتك فكرة أنه هو النتيجة اللي إنت أخدتها من التجربة دي كانت إيه؟ هو هيستفيد بكتير جدا. الدرجات هي مجرد أرقام بناخدها. صح الدرجات هي مجرد أرقام. مش دي اللي بتحدد مصري في الحياة بقى إيه؟ طيب إزاي بعدما أنا مر بمشكلة أخطط لمستقبلي في الأيام اللي جاية وفي السنين اللي جاية عشان أبعد عن أي إحباطات أو أعز من أي ظرف وحش أنا كنت مرد بيه؟ أعمل بلان لنفسي. أحط الأول أهداف. وخلي بالك أن ساعات ناس بتجيلها إحباط بسبب أن هي ما بتعرفش تحط الهدف بتاعها. ده حقيقي جدا وتشوفه كتير قوي حاولينا. وفي ناس تحط هدف وما تعرفش تكمل فيه. ينقصها القدرة. أنه هو يقدر يكمل في الهدف. ليه؟ لأنه بيصيبوا الإحباط في الأول فما يكملش ويصيب الهدف. أعلم ولادي يحطوا بلان. البلان دي لما هيمشي عليها لما يحط النفسه جدول ويمشي عليه. واحدة واحدة هيعرف يوصل للهدف اللي هو عايزه. طب الجدول ده إزاي بقى أنا كأم أو كأب أعلم ولادي أن هما لازم يعملونه هما صغيرين. عشان يجبروا على اللي هما عارفين هما يعملوا بلان وجدول لأهدفهم في الحياة. أبدأ مع الطفل وهو صغير بحكتين في اليوم. إحنا النهاردة هنخلص مذاكرة أو هنذاكر. وبعدين هنتفرج مثلا على التفزيون نص ساعة. أو التاسك مثلا أخليه يعمل لنفسه تاسك. أنت هالنهاردة هتنظف قطك وهتتغسل للأطباء. مثلا لو بنت أو لو ولد الاتنين مش بتفرق كتير. هحط له اتنين تاسك. هحط له حكتين. لو عارف يمشي عليه وأزود التالت. وبعد كده هو اللي يبدأ يحط الأفكار معي. إيه رأيك؟ تعالي نحط الجدول مع بعض. بنتي مثلا أقول لها ممكن تعمليلي الجدول بتاع الأكل اللي بتاع الأسبوع ده. حطيلي كده سكاديول نعمل إيه أكل طول الأسبوع. أنا بشغل دماغ ابني وبنتي. أنا بعلمه يحط جدول يطلع لابتكارات. هنا مش عشان أنا مش عارف أحط الجدول لأكل أو ابني يعرف يخلي باله من مذاكرته خالص. عشان لما يكبر يعرف يحط النفسه هو بلان. يعرف يقول أنا كلية دي خلاص ما هالنهارده جيب درجات طلع له في التنسيق 3-4 كليات. هو لازم يختار منهم. هو اللي يبقى عارف مين أقرب لأحاسيسه ومين أقرب ليه. هو عارف يكمل في إيه. لو مشي على البلانت دي منه هو صغير وعارف يحط لنفسه خطة وخطة في الوقت وخطة زمنية وخطة في كل حياته. هقولك حاجة أنا شخصيا بيجي اليوم بتاعي أصحى الصبح كده. أنا حطي سكاديول خلاص دماغي. مش محتاجة ورق أو ألم. أنا برمجة دماغي 1-2-3-4. عارف يعمل إيه. عشان كده ابنك لما هيعمل كده هيقولك لأ أنا هدخل الكلية دي. أنا حاسس إن دي نهارة فدي فيها. هنا ابنك عارف يختار صح. طيب هيبة إنتي بتقولي إن إحنا عند أي مشكلة أو أزمة بنمر بيها لازم نتقبلها. طيب فيه ناس ما بتعراش تتقبل أي مشكلة. هل ده لي علاقة بالثقة بالنفس؟ يعني أنا لما أكون واثقة في نفسي هتقبل أي مشكلة بهدوء وتعمل معاها وكده. ولو أنا مش واثقة في نفسي هكون رد فعلي غير ملائم للمشكلة؟ بسيء هو ليه عامل. الثقة بالنفس؟ آه ليها عامل. ليها عامل جزء يعني مش صغير بس مش كبير قوي. بس جزء بيزود ويقلل على حسب هو نسبتك قد إيه في ثقتك في نفسك. يعني مثلا ممكن واحدة تبقى جسمها مثلا مليان شوية فده يبقى معدلها أقل بكتير عن واحدة جسمها معقول. واحد مثلا أو واحد جسمه تخين أو رفايع ممكن دا يقلل صغير حد شايفة نفسها مش جميلة بالشكل اللي هي شايفة عن واحدة تانية شايفة نفسها عادة. فبتفرق في النسب. لكن ليه عامل؟ بس خليني أقولك أن العامل الأكبر للأفكار. ما هو أنا لما ببقى محبط بعد بيحصل عندي أوبرثينكينج. فالأفكار ماشي إزاي؟ ماشي بالإحباط وأبدأ أشوف آه ده أنا لما كنت صغير مدرس كان بيزعالي على المدد ده أنا فعلا مش كايس. أبدأ أفتح الفايلات زي ما قلت لك. فالأفكار يعلى 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 مع كمان معدل ثقة بنفسي مش أحسن حاجة فالدنيا تقع خالص. طيب هي بقى اللي حوالينا بقى ممتي بابايا إخواتي أصحابي إيه دورهم في أن هم يساعدوني لما أنا يجيلي إحباط أو مشكلة. وإزاي يتقبلوا أن دي مشكلة مهما هم كانوا ممكن يكونوا شافينها صغيرة بس أنا شايفها كبيرة. يتعاملوا معي إزاي في الوقت ده؟ طيب قبل بقى مم بقى هقول حاجة بقى للطالب أو للسن اللي هو إيه لما يجيلوا إحباط أو حتى حد كبير. بالضبط الإحباط مرموش تنة أو أي حد ممكن يمور بقى أحباطات. هنجيب بقى بارتمانت كده وهنجيب ورق صغير. وكل ورقة هنكتب فيها إنجاز أو حاجة حلوة أنا عملتها في حياتي. أنا عديت راجل كبير في الشارع من الشارع من الطريق العربيات من هنا إلى هنا. دي حاجة بسيطة جدا ممكن حد يعملها بشكل لاواعي. خلاص؟ وأنا افتكرتها. الراجل ده دعا لي دعوة هكتبها. طيب أنا عملت جبت درجة حلوة هكتبها. وكل ورقة صغيرة دي هنطبقها ونحطها في البرتمان ده. خلاص؟ ونخليه جنبنا على الكومود. طيب جالي حالة الإحباط دي. على طول هفتح أو العلبة دي بوكس أو علبة أو برتمان أياً كد. هفتح بقى وابدأ أفتح الورق بتاعي ده وأرأ إنجازيتي. أنا عملت إيه؟ أنا كنت كويس في إيه؟ أنا نجحت في إيه؟ أنا ساعدت مامتي في إيه؟ أنا جدتي دعيتلي إزاي؟ أنا كنت متفوق في الرياضة. أنا هبدأ أفتكر. فهنا أنا بقول لعقلي ستاب. ما تفتح ليش الفايلات اللي بتجيب لي إحباط زيادة. أنا عندي فايلات حلوة. افتحها لي عشان أنا كويس. مش وحش. فهنا هيحصل إيه؟ هيحصل إن هبدأ أتفاعل. جزء تاني لما بقى عندي إحباط أتفرج على حاجة بحبها. يعني إذا أنا قلت لك دلائسي قليني مسرحية كنتي بتحبيها وبتتحكي عليها. هتفتكريها. ابتسامتي زيادة. صح. صح. أنا النهاردة فيلم بحبه. كرتون كنت بستمتع به وأنا صغير. مسرحية كنت بتدحكني قوي. وأنا حسب الأحاسيس دي هفتحها وأتفرج عليها. لأن مجرد ما الابتسامة بتجي. بتدي أصلا أوردر فوق إنه إيه في الكل الفايلات الوحشة. فببدأ أبقى أحسن وأريح. طيب. الأب والأم بقى. الأب والأم هيساعدون. الأب والأم هيساعدونا إزاي؟ بأن هم يفكرون دايما قد إيه إحنا شاطرين وعملنا إنجازات. وبنقف مع الناس. وعندنا حاجات كويسة كتير في حياتنا عملناها. ويبدأ أفتح له الفايلات اللي هو مش فاكرها. لأن وقت الإحباط ببقى كل الحاجات اللي فاكرها سودة ومش كويسة. مزبوط. فالحواليه يبدأوا يفكرون. ده صح اللي أنت بتقولي يا هيبا إن وقت الإحباطات بتكون كل أفكاري مش حلوة. بفتكر كل حاجة وحشة. إزاي بقى لما يجي لي إحباط. أبتدي أفكر بطريقة positive. وإن أنا أشيل بقى الأوفر تينكينج اللي بيحصل في دماغي ده. واتحرر من كل الأفكار السلبية اللي ممكن تيجي في دماغي. زي ما قلت لك من شوائجة. هو فكرة الباكس اللطيف. مع الناس اللي حواليه. مع الجزء إن أنا أتفرج على حاجة أنا بحبها. أمشي كويس. أمشي كتير. عشان ده بيفرغ طاقة. أعمل حاجة أنا بحبها. وحاجة تانية الناس بقى ممكن تقول علي مجنونة شوية. بس دي بتفرق جدا. هي أن أنا جيب هدايا لنفسي. لو جيت قلت لك آخر مرة جيبتي هدايا لنفسي كافئتيها إمتى؟ من زمن قوي. دي بقى بترفع جدا. لما يجي لي بقى الإحباط ده. لو أنا رحت اشتريت لنفسي حاجة أنا بحبها هتلاقي نفسك ببساطة. بلوز حاجة كمان. هي فكرة إن أنا دايما أروح أعمل حاجة. يعني أنا شخصيا لما أوصل لحتة زي كده. على طول ديركت أروح أشوف. وده هينفع مع السن الصغير أكتر. لأنه بيلعب على المشاعر. يشوف مثلا يروح ملجأ. أخدوا دي ملجأ. يشوف الأطفال كده. فيحس بغيره. فيحس بغيره. فيحس إن أنا الحمد لله عندي نعم كتير قوي. الحاجات دي حاجات صغيرة وأنا أقوى من كده وعرف عمالها. أنت قلت يا هيبة إن إحنا لازم نحاول نطلع نفسنا من أي مشكلة إحنا مرينا بيها. نتقبلها. أهم حاجة إن إحنا نتقبل مشكلة. ونحاول نكافئ نفسنا ونتفرج على حاجات بنحبها. عشان نعذم الإحباطات اللي إحنا كنا فيها. ونشكرك على جودك معنا النهاردة. مرسي. محدش فينا معداش عليه أو لسه هيعذي عليه فترات حزن أو يأس أو إحباط. محدش فينا يضمن إن حياتي كلها هتبقى نجاحات فقط. لازم هيكون فيه مطبات في النص. وإحنا لازم نتعلم إزاي نتقبل كل ده وبشكل إيجابي مش سلبي. لازم نعرف إزاي نتخطى ونفكر فيه وفي اللي بعده. حلقتنا خلصت بس موضوعاتنا وافكارنا رسا ما خلصتش. شوفكم على خير.